اشتركوا في القناة بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وما يشكله من دعم وإسناد ومنطلقا لمزيد من البذل والعطاء تنفيذا للتطلعات الملكية السامية لتحقيق الأمن الصحي للوطن والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتوجيهات جلالته حفظه الله ورعاه بإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية للتعامل مع أثار الانعكاسات الاقتصادية للجائحة التي يواجهها العالم واطلع المجلس على آخر التطورات بخصوص الفيروس المتحور دلتا الأشد خطورة وانتشارا حيث شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية مع زيادة الإقبال على التطعيم والجرعات المنشطة منه في وقتها المحدد من قبل الفريق الوطني الطبي بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة الجميع بعد ذلك رحب مجلس الوزراء باعتماد تقرير المتابعة الثاني لمملكة البحرين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفي تنفيذ المعايير الدولية خلال اجتماع مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مينا فاتف والذي يعكس الثقة الدولية في جهود مملكة البحرين في هذا الجانب مشيدا بالدور الذي اطلعت به لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال والجهات المعنية في هذا الشأن بعدها رحب المجلس باعتماد منظمة الصحة العالمية المنامة مدينة صحية لعام 2021 والذي يعكس التقدير الدولي للخطط والبرامج والجهود الحكومية المبذولة في مجالات الصحة والتنمية الاجتماعية مؤكدا المجلس على مواصلة الجهود والبرامج التي تهدف إلى توسيع دائرة الأماكن المعززة للصحة في مملكة البحرين ثم هنأ مجلس الوزراء دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا بمناسبة انتخاب الإمارات عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للفترة من 2022 إلى 2023 والذي يعكس تقدير المجتمع الدولي لإسهامات الإمارات في تعزيز الأمن والاستقرار العالمي بعدها نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يليه أولا الموافقة على المذكرات التالية تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية بإطلاق حزمة مالية واقتصادية للتعامل مع انعكاسات جائحة كورونا حفاظا على جهود التنمية المستدامة ومتابعة وتكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهات المعنية بمتابعة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بوضع الحلول المناسبة لدعم القطاعات المتأثرة من تداعيات الجائحة فقد تقرر تمديد عدد من مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية لمدة ثلاثة أشهر إضافية بدءا من يونيو عام 2021 إلى شهر أغسطس عام 2021 وهي كالتالي التكفل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص العاملة في القطاعات المتضررة من خلال صندوق التأمين ضد التعطل لمدة ثلاثة أشهر بنسبة 100% لشهر الأول و50% لشهرين الثاني والثالث إعفاء الشركات المتضررة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا من دفع رسوم البلدية لمدة ثلاثة أشهر إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة ثلاثة أشهر تمديد برنامج صندوق العمل تمكين لدعم استمرارية الأعمال للشركات المتضررة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا لمدة ثلاثة أشهر إعفاء المستأجرين للأملاك التابعة للحكومة والشركات الحكومية من الإجارات الشهرية لمدة ثلاثة أشهر إعفاء الشركات المتضررة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا من دفع رسوم تجديد السجل التجاري لعام 2021 إعادة فتح باب الطلبات لصندوق السيولة مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك بعد الاطلاع على مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بهذا الشأن مذكرة اللجنة الوزرية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بشأن الدليل الموحد لإدارة المواد الكيميائية الخطرة في مملكة البحرين والذي تم اعتماده بحسب النظام الموحد بدول مجلس التعاون لهذا الشأن والذي يهدف للتأكد من التعامل السليم مع المواد الكيميائية الخطرة ذات الخواص التفاعلية وتوحيد إجراءات نقلها بين الوزرات والجهات الحكومية الرقابية مذكرة معالي وزير الداخلية بشأن التعاون في مجال تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب بين إدارة التحريات المالية في مملكة البحرين والوحدة الأفغانستانية والتي تهدف لجمع وإعداد وتحليل وتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الجانب مذكرة سعادة وزير الخارجية بشأن طلب الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيشل بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم والتعافي من فيروس كورونا والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات تنقل المواطنين والمقيمين بين البلدين بما يضمن صحة وسلامة الجميع مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي جاءت استنادا لقرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والأربعين وتهدف لضمان التحويل السريع والموحد والآمن للمدفوعات المالية وتعزيز التجارة الثنائية بين دول المجلس مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن مشاركة مملكة البحرين في مبادرة صندوق النقد الدولي بتقديم المساعدات الإنمائية إلى جمهورية السودان والتي تستهدف الحد من الفقر ودعم النمو المستدام ومعالجات تحديات التنمية في السودان مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردود الحكومة على عشرة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب بعدها استعرض المجلس الموضوع التالي مذكرة سعادة وزير الخارجية بشأن تنفيذ قراري مجلس الوزراء بإنشاء سجل مركزي للمعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم السارية بين مملكة البحرين وجميع الدول ومنظمات الدولية والإقليمية وكلف مجلس الوزراء الوزراء والجهات المعنية بتحديث معلوماتها الخاصة بتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في السجل المركزي للاتفاقيات